في حصة النهاردة هنتعلم ازاي نحل مسائل الدلة التربعية لكن باستخدام الالة الحاسبة وفي فكرة كمان هنتعلم ازاي نجيبها رأس المرحنة لو مش موجود في المسألة نبدأ بحل الدلة التربعية بالالة في الحصة اللي فاتت كنا بنقول مثل بيانيا دلة سين بتساوي سين تربع زاد 2 سين نوز 3 ويديك فترة مثلا من سلب 4 على 2 عشان نحل كنا بنرسم جدول هنا سين وهنا دلة سين او صوت ونكتبها الفترة من سلب 4 على 2 لو ما سلب 4 سلب 3 سلب 2 لغاية L2 دي اللي هي قيم السين عشان تجيب قيم الصاد او دلة سين تمسك قيم سين دي وتعاوض بها في الدلة هتحوش السينات اللي في الدلة وتعاوض عنها مرة بسلب 4 سلب 3 سلب 2 لغاية L2 تعاين جيب اول دلتين بس دلة سلب 4 يعني هعاوض عن السين الاولى بسلب 4 والسين التانى برضو بسلب 4 سلب 4 تربيع ب16 لازم تضرب الإشارات في الاول موجة في سالب بسالب واتنين فاربعة بتمانية ونزل لناقص 3 وعاكده اعترح هوجمع نجيب دلت سلب 3 يعني هتعاوض عن السين الاولى بسلب 3 والسين التانى برضو بسلب 3 نعاوض سلب 3 تربيع بتسعب اللي اتنين والسين بينه مشارط فيه هنضرب الإشارات الاول موجة في سالب بسالب واتنين في ثلاثة بستة وننزل لناقص 3 وكده اجيب الناتج وكذلك مع كل الاعداد كنا بعد ما نعوض في كل الاعداد اخر خطوة نجمعه نطرح 16 نقص 8 8 8 8 نقص 3 5 9 نقص 6 3 3 نقص 3 0 النواتج دي هي قيمة الصاد او هي قيمة دلت سين نكتبها عند دلت سين نتج لو الخمسة وعاكده صفر سالب 3 سالب 4 سالب 3 0 5 ده اللي كنا بنعمل الحصة اللي فات النهاردة هنعمل الجدول ده لكن بدون الخطوات دي امسك الآلة ويعمل زي ما هعمل بالظبط هنجيب الآلة وكل اللي هنعمل وان احنا هنكتب الدلت اللي هو من الدلتنا دي وهنكتب الفتر اللي هي من سالب 4 على 2 اول خطوة احنا هنغير نظام الآلة هنجيب نظام الجداول عشان تغير نظام الآلة بتضغط على زرار الموت اللي جنب الان بعدك اختار نظام الجدول الجدول هتلاقي اسمه تيبل تيبل يعني جدول شوف الرقم اللي جنبيه تيبل جنبها رقم 3 فنضغط 3 فيه آلات التيبل دي جنبها رقم 7 فتضغط 7 كل آلة بتختلف عن التانية شوف كلمة تيبل او جدول جنبها رقم كم واكتبه هنا تيبل جنبها رقم 3 فهنضغط 3 كده احنا غيرنا نظام الآلة ظهر لك كلمة fx fx يعني دالة سين بيقولك اكتب الدالة الدالة بتاعتنا اسمه سين تربيق زاد 2 سين نقص 3 فن السين على الآلة السين اللي هي الاكس رمز السين على الآلة اللي هو الاكس فن الاكس اللي هو القص اليمين اللي جنب زرار الاس دي هتلاقي حرف اكس صغير فوق هنا بس قبل ما تضغط عليه هتضغط على الزرار اسمه alpha alpha ده هو اللي بيخليك تكتب الحروف تضغط alpha بعد كده اكس هتلاقي اكس فوق ده اللي اسمه اكس تربيق التربيق اللي هو اكس 2 بعد كده زاد 2 سين زاد 2 سين سين اللي هو الاكس بس نضغط alpha الاول alpha بعد كده القص اكتب لك 2 سين بعد كده نكتب نقص 3 احنا كده اكتبنا اكس تربيع زاد اتنين اكس نقص ثلاثة كده اكتبنا الدالة نضغط يساوي. ظهر لك كلمة start. start يعني البداية. هنا هنكتب بداية الفترة اللي هو مدها لنا. الفترة كانت من سالب اربعة لغاية اتنين. بدايتها سالب اربعة. فنكتب سالب اربعة. بعد كده يساوي. بيقول لك end يعني النهاية فهتكتب له نهاية الفترة. الفترة عندنا نهاية اتنين فنكتب اتنين. بعد كده نضغط يساوي. ظهر لكلمة step وتحتها واحد. step يعني خطوة. نحن كل ما نروح هنزود عادة. سيبها زي ما هي واضغط يساوي. كده احنا خلصنا. ظهر لنا الجدول اللي احنا عاملينه ده. هتلاجع عندك عمود اين? عمود في الاكس وعمود في اف اكس. الاكس اليه سين. واف اكس اليه ده اللي تسين. ودي اللي هتلاجي اول ناتج عمودة خمسة صفر سلب تلاتة. خمسة صفر سلب تلاتة اللي احنا جيبناهم دول. يا عايز تعرب باجي الجدول انزل لتحت. انزل اتجاه اللي تحت يجيب لك باجي الجدول. هتلاجي باجي الاعداد سلبة اربعة سلبة تلاتة صفر. لو نزلت لتحت كمان هتلاجي اخر عدد احنا كتبناه اللي هو الخمسة. البلقانة اللي تهمك ليه خلصة اف اكس اليه ده اللي تسين. طب احنا كده غيرنا نظام الالة. عشان ترجع الالة لاصلها اضغط زرار مود وبعد كده واحد. مود وبعد كده واحد. كده الالة رجعت لاصلها. طيب الناس اللي ما عايش الى انا الفيديو اللي فات قلت ازاي تحمل الالة الحاسبة على الموبايل. هتفتح الالة اللي انت تحملتها على الموبايل. وهتعمل نفس الخطوات بالزبط. تعملها تاني على السريق. اول خطوة نغير نظام الالة. هنضغط على زرار المود. بعدها نختار كلمة جدول. او تابل. هذا عندنا كلمة تابل هنا هنضغط عليها. بزهر لك كلمة يعني بيقول لك اكتب الدالة. نكتب الدالة بتاعتنا اللي هي سين تربيع زاد اتنين سين نقص ثلاثة. السين اللي هي الاكس اللي هو القوس. اضغط في الاول الفة بعد كده القوس. كده كتبنا الاكس تربيع. زاد اتنين سين السين اللي هي الفا اكس ماجز تلاتة كده كتبنا الدالة ونكتب يساوي لو جاب لك الرسالة دي سيبك منها يضغط اوكي في بعض الالات بيظهر لهم كلمة جي اكس بيقول لك لو عندك دالة تاني كتبها سيبك منها ويضغط يساوي ظهر لك كلمة ستارت يعني نكتب بداية الدالة او بداية الفترة اللي احنا هنشتغل عليها بداية الفترة هناك هات سلب اربعة اكتب له سلب اربعة يساوي ان دي ببنكتب نهاية الفترة نهاية الفترة اتنين نكتب اتنين واع كده يساوي ظهر لك ستيب او خطوة احنا هنمشي خطوة خطوة او كل ما نروح نزود عدد فاكتب واحد واكتب يساوي كده ظهر للجدول ادي اكس ودي اف اكس اللي هي ده اللي تسين وهي ده اللي تهمني خمسة صفر سلب تلاتة سلب اربعة سلب تلاتة وهكذا بالنسبة الالة اللي حملنا على الموبايل دي عشان ترجحها لاصلها تضغط مود وتختار اول واحدة ميس كده رجعت الالة لاصلها دي كانت الفكرة الاولى معنا النهاردة ازاي نعمل الجدول ده بالالة الفكرة التانية ازاي نجيب رأس المنحنة لو مش موجود في المسألة انا هشرح مسألتين هنا اوضح فيهم الفكرة بعد كده ناخد مسال وهنرسمه بيديك دالة سمع سين تربيع زائد اتنين سين نقص تلاتة الدالة دي نفس الدالة اللي رسمناها المسألة اللي فاتت الدالة دي عايز منها رأس المنحنة ومعادلة محور التماسل والقيمة الصغرى او العزمة نا كنا دايما متعودين نجيب التلات حاجات دول بعد ما نعمل الجدول ونرسم بعد ما ترسم وتعمل الجدول كنت بتجيبها رأس المنحنة رأس المنحنة كنت بتلاقيها النقطة اللي عندها المنحنة او بتلاقيها في نص الجدول لو رجعت للمسال اللي فات هتلاحز ان رأس المنحنة كان عندنا سالب واحد وسالب اربعة اللي هي النقطة اللي كانت في نص الجدول او لو رسمت هتلاقيها سالب واحد وسالب اربعة طب انا عايز اجيب النقطة دي من غير مرسم ولا اعمل جدول اجيبها ازاي لها طريبة هي الدالة اسمها سين تربيع زائد اتنين سين نقص ثلاثة معامل سين تربيع هنا اعتبر واحد الرقم اللي جاب لسين تربيع اعتبر واحد ومعامل سين موجة باثنين الرقم اللي جاب لسين موجة باثنين معامل سين تربيع ده بنسميه الف العدد اللي جاب لسين تربيع بنقول عليه الف ومعامل سين او الرقم اللي جاب لسين بنقول عليه بي. نتفق ان الف اللي هو معامل سين تربيع. والبي اللي هو معامل سين. طيب ازاي يجيبها راس المنحنة? هو راس المنحنة عبارة عن نقطة. واي نقطة في الدنيا عبارة عن سين وصاد. لو عرفت تجيب السين هتعرف تجيب الصاد. نجيب السين ازاي? جل السين دي لها قانون. قانون السين في الرأس المنحنة اسمه سالب على اثنين الف. سالب على اثنين الف. يعني هتضرب البي في سالب وهتضرب الالف في اثنين وتكسبهم على بعض. طعام عوض. سالب ب. قلنا البي اللي هو معامل السين. معامل السين هنا موجة باثنين. موجة باثنين تضربها في سالب جبلية تبقى سالب اثنين. موجة باثنين ضربناها في سالب اجدت سالب اثنين. اثنين الف. يعني اثنين في بالف الألف. الألف س środ سالب وأحد لو معامل السين تربيئة?, الثglass ضربها في اثنين قبلية تبقى باثنين، tele 12 باثنين تبقى كده أقص势 سالب على, ساخر party whole. اقسموا مع لمع بذين سالب اثنين على الاثنين في هالسالب واحد، فعلا طلعت سالب واحد نفس المثال اللي فات議ي، ه Ancient 이렇게 roadmap يبقى السين جيبناها بسالب واحد ازاي أجيب الساد؟ الساد الى دل سين. هنجيب دلة السين اللي احنا جبناها. احنا سين جبناها بسالب واحد فهجيب دلة سالب واحد. يعني ايه دلة سالب واحد? يعني هاحز في السين اللي في الدلة دي وعوض عنها بسالب واحد. هنا سالب واحد وهنا سالب واحد. يبقى بعد ما تجيب السين هتعوض عنها في السين اللي في الدلة. تعال عوض. سالب واحد تربيع بموجة بواحد. هنا هنضرب الإشارات في الأول موجة في سالب بسالب واتنين في واحد با اتنين ونزل هنا نة بس 3 لو طرحت واحد نغس اتنين سالب واحد سالب واحد وسالب تلاتة سالب اربعة ايبقаемت الصاد بسالب اربعة ايبقى نقطة راس المنحنة بتساوي سالب واحد وسالب اربعة تدك نفس النقطة في المثال اللي فات المهمة في راس المنحنة تجيب قيمة السين. السين قانونها سالب بها على اتنين الف. بعد ما تجيب قيمة السين تعاوض عنها في الدلة عشان تجيب قيمة قصة. طيب المطلوب التاني عايز معادلة محور التماسل. قلنا معادلة محور التماسل والهو المسقط الاول. السين فيها بسالب واحد فمعادلة محور التماسل سين بتساوي سالب واحد. عايز يعرف الدلة لها قيمة صغرى ولا عزمة. اعرف ازاي قيمة صغرى ولا عزمة من غير رسم. بص لمعامل سنتر بي. لو لجيته موجب يبقى صغرى. سالب يبقى عزمة. وهو معامل سنتر بيه احنا اعتبر واحد. والواحد موجب. طالما موجب بل الدلة دي لها قيمة صغرى. كم قيمة القيمة الصغرى دي? خدوا الصوت او المسقط التاني. المسقط التاني هنا سالب اربع بل قيمة صغرى سالب اربعة. طيب مثال كمان زيه بالزبط. مديني دالة اسمها واحد. موجز ثلاثة سين زاد سين تربيع. عايز منها رأس المنحنة. رأس المنحنة ده نقطة. والنقطة عبارة عن سين وصوت. السين لها قانون. قانون السين اسمه سالب بيه على اتنين الف. الالف اللي هي معامل السين تربيع. والبه اللي هي معامل السين. الالف معامل السين تربيع هنأعتبر واحد. البيه معامل السين اللي هو انا اعتبر سالب تلاتة. يبع عندك الالف بواحد والبه بسالب تلاتة. تعا انا عوض في القنون. سالب بيه البيه بسالب تلاتة. فضروبها في سالب كمان تبقى موجة بتلاتة. عشان سالب في سالب بموجة بنزلنا التلاتة. اتنين الف يعني هنضرب اتنين في الالف. الالف هنا تعتبر واحد. اتنين في واحد باتنين. كده احنا جيبنا تقمت السين. طلعت تلاتة على الاتنين. ممكن تسيبها تلاتة على الاتنين. وممكن لو هتعملها بالالف هتطلع لك واحد ونص. ممكن تكتبها واحد ونص او تلاتة على الاتنين. طيب عايزين نجيب الصاد. اجيب الصاد ازاي? هجيب دلة سين. هنجيب دلة واحد ونص او دلة تلاتة على الاتنين. اي واحدة فيهم براحتك. مسلا نختار واحد ونص. يعني ايه دلة واحد ونص? يعني هيحزف السين دي واعوض عنا بواحد ونص. والسين التاني برضو بواحد ونص. وده هتعملها بالقالة. هتكتب كده واحد ناجس تلاتة في واحد ونص زائد واحد ونص تربيه. هتكتب بالقالة واحد ناجس. تلاتة في واحد ونص زائد واحد ونص تربيه. شوف هتطلع لك بكم بالقالة. لو هنجي نكتبها بالقالة هكتب واحد ناجس تلاتة في واحد ونص زائد واحد ونص تربيه بس ياريت تعملها في قوس دي لفتح قوس واحد ونص واقفل القوس تربيه طلعت لك سالب خمسة على الاربعة الكسر ده لو عايز تخليه عشري تضغط على زرار اسمه الزرار ده بيحاول لك من كسر العشري ومن عشر الكسر لو ضغطت عليه هطلع لك سالب واحد وربع يبى الناتج بعد ما جبناه طلع سالب واحد وربع يبى رأس المنحنة بعد ما جبناه سين وصاد السين طلعت واحد ونص والصاد طلعت سالب واحد وربع القانون اللي بنجيب بيه رأس المنحنة ده هنعرف فايدة في المسال اللي جاي هناخد نفس المسال ده بالزبط وهنحله بالرسم خليك فاكر بس ان احنا جبنا الرأس بواحد ونص وسالب واحد وربع. تعال نشوف. وده اخر مثال معانا. بيقول لي مثل بيانيا الدالة واحد مواجز تلاتة سين زاد سين تربيق. نفس المثال الفاتحة اللي جيبنا لها الرأس. ومديك فترة من سلب واحد واربعة. طبعا احنا بنعمل الجدول ونكتب سين وصاد. قيمة السين من سلب واحد لحياة ده اربعة. عشان نجيب الصاد اما تعوض اما تعملها بالآلة. تعال نعملها بالآلة على طول. اول خطوة نغير نظام الآلة. نضغط على زرار المود ونختار تابل. نكتب الدالة واحد ناوز تلاتة سين زاد سين تربيق. واحد ناوز تلاتة سين اللي هي الاكس. الفا بعد كده القوس. زاد سين تربيق. زاد الفا اكس بعد كده تربيق. كده اكتبت الدالة واكتب يساوي. بيقول لك لو عايز تكتب الدالة تاني فاضغط برضو يساوي. هنكتب بداية الدالة. بداية الدالة هنا سالب واحد. فهمسح دي واكتب سالب واحد. واضغط يساوي. يقول لي انت. يعني نهاية الدالة او نهاية الفترة. نهاية الفترة اربعة. فهمسح دي واكتب اربعة. واضغط يساوي. كده اظهر للجدول على طول. وف اكس. اللي هي من اف اكس اللي هي الدل لنافسها. هنجلي لارقام اللي فيها دي خمسة واحد وسلب واحد وسلب واحد واحد وخمسة اتباع ولعدد خمسة واحد سالب واحد سالب واحد واحد وخمسة. خلاص كده انا مش محتاج الا scaling ثاني. تعال انمثل. اول زوج سلب واحد وخمسة. سلب واحد في السين ونطلع ر squared. 0 و 1. صفر ونطلح في الواحد في الطاق. واحد وسالب واحد واحد ونزل عند السالب واحد اتنين وسالب واحد اتنين وننزل عند السالب واحد تلاتة وواحد تلاتة ونطلع خطوة اربع وخمسة اربع وي خمسة النجاة دي نوصلها بيه ايدينا هتلاحظ ان احنا لما رسمنا المنحنة ده مفيش رأس هنا المنحنة ملوش رأس رأسه مكتوعة نجيبه من هنا الراس نجيبه من القانون اللي خدناه انا القانون ده باستخدمه لما يلاقي المنحنة ملوش رأس همسك الدلة دي اجيب له انا الراس اجيب الرأس ازاي نكرر تاني رأس المنحنة عبارة عن نقطة وهي نقطة عبارة عن سين وصاد السين بس هي اللي لها قانون قانون السين اسمه سالب به على اتنين الف خلاص عرفنا ان الالف اللي هو معامل سين تربيع والبه اللي هو معامل السين سالب به يعني غير شرط البه البه بسالب 3 اضروبها في سالب جبلية تبا موجب 3 اتنين الف الالف او معامل سين تربيع اعتبر واحد لو ضربت اتنين في واحد باثنين يبقى السين طلعت 3 على الاتنين اللي احنا قلنا هتطلع لك واحد ونص كده جبنا السين طلعت واحد ونص ازاي يجيب الصاد همسك السين اللي انت جبتها دي وتعوض عنها في الدالة تحوش السين دي وتحط واحد ونص والسين دي برضو تحط واحد ونص اعتبر هتجيب دالة واحد ونص لما تعوض هنقول واحد ناقص ثلاثة سين واحد ناقص ثلاثة سين اللي احنا قلنا هنعوض عنها بواحد ونص زاد سين تربيع السين بواحد ونص بس هحط فغيها تربيع وهتكتب دي بالقالة هتطلع لك سالب واحد وربع نفس المسألة اللي فاتت بالزبط برأس المنحنة بعد ما جبناه السين طلعت واحد ونص والصاد سالب واحد وربع الرأس اللي احنا جبناها دي نحطها في الرسم اسمها واحد ونص وسالب واحد وربع واحد ونص في السين يعني بين الواحد والاتنين بالزبط دي الواحد ونص وننزل عندي سالب واحد وربع سالب واحد وربع يعني تحت السالب واحد بشوية طبعا ما حدش هيتدجاج لك الحاجات دي سالب واحد وربع هنا بالزبط بقى توصلهم ببعض كده احنا جبنا الرأس اللي كانت مكتوعة يبقى اي رئيس مش عامدة في المسألة بتجيبها بالقانون ساعة لباية على اثنين الف وبعد ما تجيب قيمة السين تعاوض عنها في الدالة كده خلصنا حصة النهاردة الحصة الجاية هنراجع على الوحدة الاولى كلها ان شاء الله الوحدة الاولى في الجبر من اول درس حاصل الدرب الديكارتي لغاية درس تمثيل الدالة التربعية نشوفكم هناك باذن الله اشتركوا في القناة